السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الارض كانت مليانة بالحيوانات اللي انقردت من ملايين السنين وحيوانات تانية قدرت انها تستمر في الحياة وحيوانات مهددة بالانقراض وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن بعض الحيوانات اللي انقردت من فترة طويلة وهنعرف كمان اسباب انقراضها لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس اللي يصلكوا من جديد ان شاء الله طائر جودو والطائر ده انقرد من 1662 وبيعتبر من اشهر الحيوانات المنقردة في العالم وكان بيسكن في جزيرة موريشيوس في افريقيا وهو من اهم التيور اللي ما كانتش بتطير طوله كان حوالي متر ووزنه كان بيوصل ل18 كيلو جرام وشكله اتعرف من خلال الرسوم كانت مرسومة في القرن السبعتاشر وكان المشهور عنه انه طائر سمين وغبي واخر مشاهدة للطائر دوت كانت سنة 1598 وشاهدوا البحارة الهولنديين وقتها والسبب الرئيسي في انقراضه هو عمليات الصيد اللي كان بيتعرض لها من البحارة النمرز وانياب السيف والنمر ده انقرد من ملايين السنين كان بيعيش من حوالي 55 مليون سنة وكان بياكل اللحوم وكان بيميزوا الأنياب الممدودة على الفك العلوي اللي كان بتشبه السيف وكان بيصل طول الناب لحوالي 50 سنتي وكان بيشبه لحد ماء الدب في جسمه الضخم وكان صياد ماهر وكان يقدر بحجمه ده يستقط حيوانات زي الكسلان والماموس وحيوانات تانية كتير وكمان كان عنده قدرة انه يفتح بقه بدرجة 120 درجة زي الأسد وبيعتقد العلماء ان السبب الرئيسي في انقراضه هو انقراض بعض الحيوانات العشبية الكبيرة اللي كان بيتغز عليها بشكل رئيسي وتبدلت بحيوانات أصغر في الحكم زي الغزلان كانت أسرع منه بكتير وكان ده السبب انه كان من الصعب جدا على جسمه الكبير وحركته البطيقة انه يصطادهم وفي سبب تاني بيقول ان السبب الرئيسي في انقراضه هو التغيير المناخ اللي حصل على الأرض الماموس السوفي وده انقرت حوالي 1700 قبل الميلات ويعتقد ان فيه ارتباط كبير بينه بين الأفعال اللي موجودة الآن والماموس هاجر أجداده من أفريقيا قبل نحو 3.5 مليون سنة وانتشر في شمال أوراسيا وأمريكا الشمالية وبيعتقد انه ظهر للمرة الأولى من أكتر من 400 ألف سنة وكان بيوصل ارتفاعه لحوالي 4 متر ووزنه لحوالي 6 طن كاملين وكان بيتميز بفروء اللي ليه شعر طويل وودانه لقصيارة وده اللي كان بيساعده على الحد من فقدان الحرارة وده كان مناسب جدا للبيئة البرد اللي كان بيعيش فيها وكان موجود في العصر الجليدي الأخير ده غير أنيابه اللي كانت بتوصل لخمسة متر وهو بيشبه الفيل الأسوي لموجود دلوقتي واختفى الماموس من حوالي 10 تلاف سنة والسبب على الأرجح الصيد لأن البشر كانوا بيستدوه بشكل كبير جدا والسبب التاني هو التغيرات المناخية زي زوبان الجليد اللي كان ليه تأثير كبير جدا عليه واختفى تلبيئة اللي كان يقدر يعيش فيها وتم إدراجه دي من الحيوانات المنقردة سنة 1700 قبل الميلاد أسد الكهوف أسد الكهوف انقرد قبل حوالي 2000 سنة وكان بيعيش من 12500 سنة كان وقتها واحد من أكتر الحيوانات المفترسة والمرعبة للكائنات التانية وهو أكبر أنواع الأسود على الإطلاق وحجمه كان بيزيد عن حجم الأسد الموجود دلوقتي بحوالي 10% واسمه ما كانش بسبب أنه كان بيسكن الكهوف ولكن بسبب اكتشاف هيكل عظمية ليه في الكتير من الكهوف اللي كانت فيها الدبابة والغزلال في كارة أوروبا وده لأنه كان بيأكلهم واختفى أسد الكهوف قبل حوالي 2000 سنة وبيعتقد العلماء أن سبب انقرده موجة من البرد الشديد اللي مرت على الكر أرضية أدت إلى انقرده السعلب الطائر جوام هو خفاش كان بيعيش على الفكهة في جزير الجوام انقرد عام 1968 بسبب تغيير المناخ والصيد أو عمليات الصيد الكبيرة اللي كان بيتعرض لها وكان طوله حوالي 6 بصات وكان ليه جناح طويل طوله حوالي 28 بصة ولونه كان رمادي وكان الجزء العلو من جسمه رمادي وباقي جسمه لونه بني ورقابته بيتميل للون الدهبي وكان بيتم استيهاضه للأكل وكمان كان فريسة للتعابين اللي كان بتعيش على الأشجار علشان كده انقرد ومباقاش موجود نمرة اسمانيا كان بيعيش في قارة استراليا وغينيا الجديدة في عصور مقبل التاريخ وانقرد قبل حوالي 2000 سنة ولكن أعداد قليلة استطعت أنها تنجو من الانقراض وظهرت سنة 1930 ولكن اللي ظهر مخلوق ملوش علاقة بالنمور وكان بيشبه الكلب وحجمه ما كانش كبير وكان وزنه بيوصل لتلاتين كيلو وليه أنف طويلة وديل طويل ولكن نمرة اسمانيا كان حيوان خجول وبيعيش بعيد عن البشر وكان بينشط بالليل بشكل عام ويعتقد العلماء أن ساب انقراضه لأنه كان بيستهدوه بشكل كبير ده غير عن البشر كانوا بيستعينوا بالكلاب والكلاب دي كان بتنقل ليه أمراض كتيرة جدا وآخر نمر أسير كان موجود منه في حديقة حيوان هوربارت سنة 1936 دب الكهوف والدب ده هو واحد من أضخم وأغرب أنواع الدب اللي عاشت على وجه الأرض وكان موجود من آلاف السنين والاسم بتاعه لأنه كان بيعيش في الكهوف وكان بيستخدمها كمأوى لحميته من البرد والحيوانات المفترسة وكان طوله بيوصل لثلاثة متر ونص لما يوقف على رجلي الخلفية ووزنه كان حوالي ألف كيلو وحجمه الكبير ده خلاه من أخطر الحيوانات في وقته ودب الكهوف كان نباتي بشكل كبير وكان بياكل بشكل أساسي النباتات والجزور ولكن في بعض الأحيان كان بياكل اللحوم وعلشان كده بيقول العلماء إنه كان شبه الدبابة البنية لموودة دلوقتي وانقرد من حوالي 24 ألف سنة والسبب كان تغيير المناخ اللح حصل وقتها بالإضافة للصير الكتير اللي كان بيتعرر له من البشر اللي كان بيعتبروه خطر عليهم أو مصدر كانوا بيتغزوا عليه وبكرة تبقى خلص حلقة النهاردة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زيارة الجرز ليصلكم الجديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر